القناة النادي الآلي من فونده لقامة نتطمن منه على آخر الأجواء قبل انطلاق المباراة تفضل يا كريم في تمام الساعة الخمسة يعني كنا منتظرين طبعا أن هذه المباراة تؤجل للضغط الرهيب والكبير جدا للنادي الآلي عنده مباراتين همين جدا في بطول طبعا دوري أبطال أفريقيا زي ما احنا عارفين النادي الآلي عقب انتهى هذه المباراة يتوجه إلى بريتوريا في رحلة ومباراة مهمة وصعبة ومحتاجة تركيز وتكاتف لها الجميع ومنها إلى جار ومباراة القتن الكاميروني لكن زي ما بنقول هو ده قدر النادي الآلي عشان كده بنلتمس كل العزر للجميع الحقيقة الجهاز الفني واللعابين المردود الكبير اللي منتظرين وجمهور النادي الآلي يشوفه في كل مباراة بيكون في صعوبة انت عارف يا كابتن آيمن تحد جوه من النادي الآلي تصحيح الأخطاء في وقت بيكون صعب جدا قلة الوقت المجهود الكبير الإصابات اللي بتفقد كل مباراة اثنين وثلاث لعيبة من إجهاد وإصابات والتحامات مجود كبير جدا للعاب النادي الآلي والجهاز الطبي والجهاز الفني عشان كده منتظرين في كل مباراة انت تشوف التدوير وتشوف عدد من لعاب النادي الآلي في بعض المراكز مختلفة المهام بتكون مختلفة لكن إن شاء الله بإذن الله عندنا سكواد مميز جدا عندنا لعبين عندها وعي كبير جدا أهمية المرحلة الحقيقة وصل الجميع لعيب النادي الآلي عشان كده إن شاء الله نهارده نشوف التضحيات الكبيرة اللي منتظرينها من لعيب النادي الآلي مين هيكون متواجد النهارده فريق المقاولون العرب واحد من الفرق المميزة جدا سواء ترتيبه نتائجه الكابتن شاوي غريب المدير الفني قاين بدور كبير جدا مع لعبين عندهم بيلعبوا بوحدة واحدة خطوطهم ومتقرب عندهم أكيد دوافع كبيرة جدا هو بيواجه النادي الآلي لنادي البطل فعشان كده صعوبة المقاولون نهارده جاية في أكثر من شقة كابتن آيمن المباراة وصعوبتها فريق المقاولون زي ما قلنا والكابتن شاوي غريب مدير فني المميز جدا وأيضا كمان هي أحد المباراة المؤجلة تلات مباراة المؤجلة الفريق النادي الآلي سواء اليوم المقاولون أو حرس الحدود أو الإسماعيلي تسع نقاط يعني بنأمل إن شاء الله أن نحصل على تسع نقاط لأنه دولة هيفروا بشكل كبير جدا مع فريق النادي الآلي في طولة الدور العام لكن بمشيئة الله النهارده مستر كولر يكون وضع طبعا كل الطرق والخبايا الخاصة طبعا بنادي المقاولون والثغرات ونقاط القوة الضعف وأيضا كمان التاكتيك والتشكيل والسكواد واللعبين المتاحة معاه لأنه عندنا غيابات كثيرة جدا في صفوف فريق النادي الآلي تصل لعشر لعبين لكن إن شاء الله بإذن الله المتواجد مع فريق النادي الآلي بالنسبة للتدريبات بالنسبة للمباراة اليوم بالنسبة اللي هيكون أيضا كمان خارج القائمة لكل كالعادة يكون على قلب الرجل الواحد لأن المباراة دي مهمة جدا ثلاث نقاط هيكونوا مهمين جدا كبروفة أخيرة يسعودوك بشكل كبير جدا تخش بحالة معنوية مرتفعة تخش أيضا كمان بتركيز كبير جدا في المباراة القادمة وهي مباراة سانداونز اللي بنأمل إن شاء الله ما تكونش يواغد حيز ولو جزء بسيط جدا من لعب النادي الآلي والجهاز الفني لأن ده أمر مهم جدا محتاجين نهاردة كل التركيز لفريق النادي الآلي في مباراة اليوم وجمهور النادي الآلي رجل كل مباراة لابد إن احنا نشيب جمهور النادي الآلي كالعادة زي ما تكون في لعيبة بتحصل على ما نفزمتش حقيقة جمهور النادي الآلي رجل كل مباراة على هتافه ووعيه وتشجيعه ومسندته لما حدود الحقيقة الفريق النادي الآلي مدى التأثير ومدى الهتاف ومدى التشجيع يعني بتأثر بشكل كبير جدا ما بتهتف للعيب بتشجعه وبتحفزه فعشان كده إن شاء الله منتظرين الجهد الكبير من مجهود المبزة الحقيقة من جمهور النادي الآلي نهاردة كالعادة في استاد الآلي والسلام من أول دقيقة لآخر دقيقة هتاف وحماز وتحفيز كبير جدا إن شاء الله بإذن الله يكون مردوده كبير وثلاث نقاط كالعادة إن شاء الله يكونوا من نصيب النادي الآلي كل الأمور طيبة كابتن آيمن طبعا بفنده اللقامة للترتيبات والتحضيرات المعتادة الحقيقة في يوم المباراة إن شاء الله بإذن الله من خلالك ومن خلال شاشتنا شاشة قناة النادي الآلي نكون متوجدين مع جمهورنا العظيم من خلال تحركنا وصلنا إلى ملعب المباراة ننقل الأجواء كل الأمور طبعا الخاصة اللي بنتظره جمهور النادي الآلي من خلالك كابتن آيمن ومن خلال شاشة قناة النادي الآلي وإن شاء الله يكون مكسب النهاردة لفريق النادي الآلي بإذن الله رب العالمين شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم أحمد كريم كلم في نوعات كتير طمنا على الحالة الفنية والمعنوية لأيبتن ندي